لذلك بعض الأطراف بدأت تستبق هذا الأمر بضرورة أن تتخذ الجامعة العربية موقف فلا يعني تجاهل هذه القضية تماما أن هذه الجمهورية لمعلنتها البوليزارو هي جمهورية صحراوية إفريقية ديمقراطية مثلا لا مسمي روحها جمهورية عربية وأن هذه الجمهورية اللي ما زالت جمهورية وهمية تعترف بها بعض الدول الإفريقية وأدخلتها الجزائر الاتحاد الإفريقي باستعمال طبعا الوسائل اللي تعرفوها واللي ما تعرفوها وما أكثر ما لا تعرفون في هذه القضية صارت هذه القضية دائرة أزمة أزمة كادت أن تصل إلى مواجهة عسكرية بين الجزائر والمغرب والآن راهي تهدد المنطقة المغاربية بحرب حيث أن الجزائر تدعم وتدفع البوليزارو نحو الحرب دول عربية راهي تساند في إيجاد حل سياسي سلمي حتى اللي تعترف بمغربية الصحراء تدعو إلى حل سياسي في إطار المبعوث الأمم ولكن الجزائر أنهت المصاري الأممي حيث أن الجزائر دفعت البوليزارو إلى إلغاء وقف إطلاق النار وتجميده ثم تدفع فيها إلى حرب باستهداف الجيش المغربي عبر بأسلحة جزائرية القضية الآن ما صارت على الدول العربية والبيت العربي أن يتجهلها ولا يتناولها ولا يتخذ فيها موقف وخاصة أقاضية وجود دولة عربية تمول جماعة هي عبارة عن ميليشيا في نظر أغلبية الدول الجامعة العربية تمولها بالسلاح لتستهدف أمن واستقرار دولة عربية أخرى حتى لو كانت هذه الدولة مصنفة جزائرية أنها احتلال ولكن لدى الدول العربية الأغلبية الساحقة باستثناء النظام السوري رهو مطرود من الجامعة العربية باستثناء موقف رمادي من موريطانيا أيضا الموقف القذافي رهو تدفن معاه ليبيا هي غرقة في مشاكلها الداخلية ماذا بقيت؟ معناها دولة عربية واحدة هي الآن في نظر الكثير من الدول أنها دولة مارقة تدعم ميليشيا مسلحة تقوم بعمليات عسكرية ضد جيش نظامي تابع لدولة عربية فهذا المصدر قال لي الآن هناك حديث حول هذا الأمر وأنه يجب أن يكون هناك موقف قال لي وهذا الموقف ربما سيصل مستقبلا أو سيستبق تصنيف البوليزاريو كجماعة إرهابية بقرار في الجامعة العربية هذا القرار يدين الجزائر ويدين أي طرف يقدم سلاح ودعم عسكري للبوليزاريو لأنها ميليشيا في نظر الدول العربية وهذه الميليشيا مدعمة من طرف الجزائر وهذه الميليشيا تستهدف في دولة عربية عضو في جامعة الدول العربية فقال هذا الآن رهو يجري في المجالس المغلقة وسيصلون إليه لذلك قلت وسألت قلت له هل الجزائر عندها معطيات معلومات في هذه قال لي أكيد عندها معلومات استخبارية بهذا الشأن مدام أنا هنا وصلتها لك أكيد كيف ليوصلها إلى الجهات الجزائرية لذلك الجزائر الآن راهي في ورطة مع الموقف الأمريكي في ورطة أيضا أن الجامعة العربية أدانت من قبل تدخ استهداف إيران للطراب المغربي وهذا الاستهداف عبر البوليزاري وعبر الجزائر لذلك ظهر من قبل هذا في أحد الاجتماعات التابعة للجامعة العربية تم الحديث على هذا الجانب معناها الآن الجامعة العربية راهي يتبلور عندها أن الوحدة الطرابية المغربية وأن الطراب المغربي وأمن المغرب واستقرار المغرب مستهدف من طرف ميليشيا مسلحة مدعومة إيرانيا وجزائرية والجامعة العربية تناهض التدخلات الإيرانية في المنطقة لذلك قال لي من غير المستبعد مدام الآن في المجالس المغلقة يجري الحديث عن هذا الأمر من غير المستبعد أن تتم إيدانة الدعم العسكري من طرف جامعة الدول العربية للدعم العسكري الجزائري للبوليزاريو وهذا رح يكون استباق لقرار ربما يصدر أمريكي أو من بعض الدول أو في إطار تحالف دول تدرج البوليزاريو أو جناحها العسكري في قائمة الإرهاب بسبب الممارسات العسكرية التي تقوم بها في ظل وجود مبعوث أممي في ظل تحركات أممية لإيجاد حل سياسي وسلمي لهذه القضية في ظل أيضا قرار من البوليزاريو أنها عادت إلى ما تسميه الكفاح المسلح وأن نشوفه في وكلات الأنباء الجزائرية والصحافة الجزائرية تروج إلى عمليات عسكرية تقوم بها جبهة البوليزاريو ضد المغلق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر